السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى اهله وصحبه اجمعين ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتحدث اليوم في رحاب القرآن عن صفات المؤمنين المفلحين الذين ذكرهم الله تعالى في سورة سمها سورة المؤمنون والتي يقول في مطلعها بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملك تيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم رعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون والذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هذه الايات البينات ذكرت تنويها من عند الله جل جلاله بذكر عباده المؤمنين ذكر اوصافهم واخبر بفلاحهم وان المآل هو سعادتهم في الدنيا والاخرة في سبب نزول هذه الايات يروي سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كنا اذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي من السماء يسمع عند وجهه كدوي النحل فمكتنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارضى عنا وصر يقول مثل هذا الكلام ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد انزلت علي عشر آيات من اقامهن دخل الجنة ثم قرأ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى ان اتم ختم عشر الآيات وفي بيان فضل هذه الآيات البينات من سورة المؤمنون قيل لأمنا عائشة يا ام المؤمنين كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلق الرسول القرآن فقرأت بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون حتى انتهت الى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا في بيان فضل سورة المؤمنون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جنة عدن خلق فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال لغا تكلمي فقالت قد افلح المؤمنون تكلمت الجنة فاول ما قالت قد افلح المؤمنون لانهم سكانها ولانهم اهلها ولانها دارهم اللهم اجعلنا جميعا من اهل الجنة اجعلنا جميعا من اهل الفردوس الاعلى فتعالوا ايها الاحب الكرام نتفحص في معاني هذه الايات بعد البسملة يقول الله تعالى قد افلح المؤمنون اي قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح هم المؤمنون المتصفون بهذه الاوصاف هنيئا لهم بانهم قد افلحوا وقد جاءت بمعنى التقرير بان الفلاح هو ديدانهم وان النجاح هو جزاؤهم من هم هؤلاء المؤمنون اول صفة من صفات هؤلاء المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اي انهم خائفون ساكنون خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك ابصارهم وخفضوا الجناح لمن حولهم في اول الاسلام كان بعض الصحابة يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة فلما نزلت هذه الاية قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خفضوا ابصارهم الى موضع سجودهم ثم قال الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون اي انهم اعرضوا عن الباطل والكلام الذي لا فائد فيه من الاقوال والافعال انهم يبتعدون عن اللغو وعن الكلام الذي ليس فيه فوائد وليس فيه معاني سوى القيل والقال وكترة السؤال كما قال الله تعالى واذا مروا باللغو مروا كراما والنبي صلى الله عليه وسلم حينما اخبر معاد بن جبل رضي الله عنه واوصاه بوصايا كثيرة قال له يا معاد الا اخبرك بملاكي ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فقال اخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا كف عليك هذا ثم قال معاد يا رسول الله او نؤخذ بما تكسبه السنتنا فقال له تكيلتك امك يا معاد وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا من حصائد السنتهم فالممنون من صفاتهم الحميدة انهم يكفون السنتهم عن اللغو وعن المحرمات والفسق والفشور من الغيبة والنميمة وغير ذلك ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون فالمؤمنون هم اولى الناس صباقون لاداء الزكوات تجدهم حريصون على جمع الاموال ثم بعد ذلك يقومون باحتساب ما حصد عليه ثم يسألون اهل العلم عن الاحكام المتعلقة بالزكاة يسألون عن النصاب وماذا يحق في مالهم لله تعالى ولخلق الله ثم تجدهم يشجهدون لتوزيع تلك الزكوات على الفقراء والمساكين والتوسع على المحتاجين فهم للزكاة فاعلون لا يترددون ولا يقولون بان الضريبة تقوم مقام الزكاة لان الضريبة حق الدولة والزكاة هي حق الله سبحانه تعالى ثم قال ربنا سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون من صفات المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم أنهم يبتعدون عن الحرام أنهم يغضون أبصارهم أنهم دائما فيهم العفاف ربنا سبحانه وتعالى علق فلاح العبد على حفظ فرجه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد له حلاوة في قلبه فالشيطان قد يزين لك النظرة الآثمة لكن إذا نظرت تعلق ذلك بقلبك وكلما أغمدت عينيك استرجعت الصورة فيتجدد الإتم والدن أما من غض بصره خوفا من الله واستحياء من الله فإن ربنا عز وجل يبدله إيمانا يجد حلاوته في سويداء قلبه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم إلا أن يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه أولهم ناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب والديه حتى يستغيث والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه والناكح حللة جاره هؤلاء سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ثم يسترسل ربنا عز وجل في ذكر صفات المؤمنين المفلحين إلى أن قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أي أنهم مراعون للأمانات والعهود حريصون على القيام بها وتنفيذها أمانات الأموال وأمانات الأسرار وغيرها من العهود فالمؤمن من صفاته أنه لا ينقل الأخبار ولا يكشف الأسرار وقد قال رب العزة جل جلاله إن الله يامركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها وكذلك العهد ويشمل العهد الذي بيننا وبين الآخرين من العباد وأيضا الذي بيننا وبين رب العباد فما بيننا وبين الناس هي الالتزامات والعقود التي يعقدها الناس فيما بينهم وعلينا مراعاتها والوفاء بها أما العهود التي بيننا وبين رب العالمين فهي أن نوحده ولا نشرك به شيئا ونعبده ونستغفره ونتو إليه ثم قال ربنا عز وجل في ختام وصف صفات المؤمنين قال والذين هم على صلاواتهم يحافظون أي من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يدومون على الصلاة في أوقاتها ويؤدونها في المساجد ويحافظون على حدودها وأشراطها وأركانها فربنا عز وجل مدحهم بالخشوع في الصلاة وبالمحافظة عليها والذين هم على صلاواتهم يحافظون أولئك هم الوارتون أولئك اسم إشارة للبعيد بمعنى أن الله تعالى رفع مقامهم إلى أعلى عليين إنهم الموصفون بتلك الصفات الحميدة الذين يتصفون بأداء الصلاة في وقتها والذين يخشعون في أداء الصلاة والذين ينفقون من زكاة أموالهم والذين يحفظون فروجهم والذين يحافظون على الأمانات والعهود كل هؤلاء ماذا قال ربنا عز وجل في ختام قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ربنا عز وجل سوف يكتب للمؤمنين الإرت الحقيقي وهو جنة الفردوس والفردوس هي أعلى مقام في الجنة فهنيئا للمؤمنين المواضبين على هذه الصفات اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اجعلنا منهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين قولوا جميعا آمين 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة